بين شد وجذب يبقى ملف إيران النووي أبرز الملفات العالقة على الطاولة الأمريكية الأوروبية فبعد أن أعلنت إيران أنها اتخذت خطوة جدية لتقليص التزامها المنصوص عليه في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 ورفع كل القيود عن أنشطتها للبحث والتطوير يخرج وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر بتصريحات مفادها أن هناك مؤشرات على أن إيران تميل للتفاوض في ظل العقوبات الأمريكية عليها حديث أسبر هذا يأتي تزامنا مع دعوة فرنسا إيران للامتناع عن أي عمل يتنافى مع التزاماتها النووية الخارجية البريطانية بدورها أبدت انزعاجها من الخطوة التي اتخذتها إيران بتسريع أنشطتها النووية كما أكد وزير الدفاع البريطاني بن ولاس أن بلاده ستساعد الولايات المتحدة دائما على طريق المحادثات مع إيران إذا أمكن التوصل إلى اتفاق بين الطرفين مضيفا أنه يجب الحكم على إيران من خلال أفعالها بدلا من الكلمات والتنبؤ وأن أي اتفاق في هذا الاتجاه سيودي إلى السلام والاستقرار في المنطقة تطورات الملف الإيراني تجاوزت الملف النووي إلى أمن وحماية الملاحة في مياه الخليج حيث قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية إن وزراء من الولايات المتحدة وفرنسا سيناقشون خلال الساعات القادمة التنسيق بين القوات البحرية لضمان حماية الملاحة في مضيق هرمز